موسيقى اللواء فرج البحسن يصل الى المكلة بعد الزيارة الرسمية مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي شملت الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية العميط طارق صالح يتفقد معامل صناعة القوار في المخاء رئيس الوزارة يستقبل في عدن منسق الشؤون الإنسانية للأمام المتحدة هيئة رياسة الانتقال تجدد مطالبتها للتحالف بنقل مركز تفتيش السفن من جيبوتي الى عدن محافظ حضرموت يطالع على مصفوفة نتائج مزولات واجتماعات اللجنة الاتشارية بالمحافظة موسيقى أهلا وسهلا بكم في نجرة إخبارية جديدة من قناة عدو من عنوينها إلى التفاصيل وصلنا إلى مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج البحسني الثلاثاء إلى مدينة المكلة عاصمة حضرموت بعد زيارة رسمية مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وشملت الزيارة عدد من دول الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وأوضح اللواء فرج البحسني أن الزيارة إلى ألماني برفقة رئيس المجلس شملت المشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن التاسع والخمسين لوضع الدول الأوروبية أمام مسجدات الشأن اليمني الذي يخص الأمن وأشار البحسني إلى أنه زار دولة الإمارات العربية المتحدة في طريق عودته إلى أرض الوطن والتقى خلالها عدد من المسؤولين والقيادات الإماراتية لمناقشة المشاريع الخدمية والتنموية التي تم التوقع عليها من قبل وزيراء الكهرباء والطاقة والنفط والمعادن والتي ستنفذ في محافظة حضر موت وصلنا إلى مجلس القيادة الرئاسي العميد الركن طارق صالح زيارته التفقدية لتلمس أوضاع سكان مدينة المخاء والمستثمرين وأصحاب المشاريع الصغيرة في المدينة وزار العميد طارق عدد من الأحياء ورشو معامل صناعة القوارب حيث التقى الحرفيين والعاملين في هذه الصناعة التقليدية مستمعا منهم إلى شرح وافي ومفصل عن الطرق التي يقوم من خلالها تصنيع قوارب الصيدة والمراحل التي تتم بها العملية وشهدت صناعة القوارب إلى مدينة المخاج زهار ملحوظ في الأوينة الأخيرة مقارنة بالعوامل الماضية خاصة مع الإقبال الكبير مع الصياد السمكي بعد إنشاء مركز الانزال السمكي في المخاء بضع من العميد طارق صالح ساهم في استعادة آلاف الصيادين عمالهم بعد توقف داما لسنوات استقبل رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك في العاصمة عدن المنسق المقيم لأنشطة تنفيذية ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لدى اليمن ديفيد جيري سيلي واطلع رئيس الوزراء من المسؤولة الأممي على توقيع الأمم المتحدة اتفاقية لتأمين شراهنا خلال نفط بديلة لتفريق قزان صافر النفطي والخطة الزمنية المتوقعة لبدأة تنفيذة عيث ستصل الناغل البديلة في أوائل مايو المقبل مشددا على ضرورة البديل بتنفيذ الخطة دون تاخير كما جرى مناقشة القضايا المتصلة بالوضع الإنساني في اليمن والتعاون والتنسيق القائم بين الحكومة والأمم المتحدة لتفعيل وزيادة العمل الإغاثي والتنموي خاصة في شبوة وتعزو المكلة وتحديد المشاريع ذات الأولوية إضافة إلى التسهيلات الحكومية المقدمة لتسهيل أداء شركاء العمل الإنساني في مختلف مناطق اليمن طالبت هيئة رياسة المجلس الانتقالي للجنوب في اجتماعها برياسة نايبلة من العام للمان العامة لهيئة رياسة المجلس فضل الجعدي قيادة التحالف العربي بنقل مركز التفتيش من جبوتي إلى العاصمة عدن واستعرضت بحضور وزراء المجلس في حكومة المناصفة إجراءات تفتيش السفن المتجهة للموانئ الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية مشددة ضرورة عدم تقديم التنازلات من قبل الوصول إلى حل شامل يستجيب لتطلعات كل الأطراف وعبرت عن إدانتها حجز الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران على موال شركة طيران اليمنية في البنوك الخاضعة لسيطرتها مشيرة إلى أنها تستخدم لعمل سيانة الطائرات وتطوير عمل الشركة ودعت هيئة رياسة المجلس التحالف العربي والحكومة إلى اتخاذ إجراءات مقابلة ترغم الميليشيا الحوثية على رفع تلك الإجراءات ألقى رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني كلمة في اجتماعات الجمعية العامة 146 والدورة 211 للمجلس الحاكم الاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة والمنعقدة تحت شعار تعزيز التعايش السلمي في مملكة البحرين خلال الفترة من 11 وحتى 15 مارس الجاري وفي كلمته قال البركاني أن العالم الثلاثاء يعيش حالا من الاضطراب والنزاعات والاقتتال في كثير من البلدان وخاصة في عالمنا العربي وفي مقدمتها اليمن جراء التدخل ليراهن وعبتها بالتعايش السلمي بين الأمم وأشار إلى مبدأ التعايش لم يعد مجرد ترفا فكري بل هو ضرورة لحماية مستقبل البشرية من أقطار دعوات الكراهية والعنف والإقصاء ما يستدعي استنهاد قدرات المجتمعات الإنسانية وتوحيد جهود الدول لتعزيز هذا المسار كقيمة إنسانية جامعة تكفل حماية التنوع بدأت في العاصمة اللبنانية بيروت أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة للعام الجاري 2023 برياسة اليمن ممثلة بوزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وعد باذيبة والذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكو وجامعة الدولة العربية وهي آت الأمم المتحدة العاملة في الوطن العربي بحضور وبعنوان حلول وعمل وتستمر عمال المنتدى ثلاثة أيام ويهدف إلى تبادل الحوار والخبرات والتجارب وتوحيد رسائل وتطلعات المنطقة إلى العالم وخاصة إلى المنتدى السياسي الرفيع على المستوى في نيورك وتحدث وزير التخطيط رئيس المنتدى في دورته الحالية حول مواجهة المنطقة العربية والعالم بأسره أزمتين متعاقبتين أزمة جائحة كوفيد-19 والأزمة الروسية الأوكرانية وما عقبهما من تداعيات مقلقة في أسعار الغذاء والطاقة والاستقرار الاقتصادي العالمي متطرقا إلى الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي تمر بها اليمن وجدد باديب التأكيد على مواصلة الحكومة المضيفة لحقيق بعض الإنجازات على صعيد أهداف التنمية المستدامة ومواصلة معركة استعادة الدولة وينهى الانقلاب الحوثي وينهى حالة الصراع والهشاشة والعمل على التعافي الاقتصاد ويعادة إعمار البنيات تحتها وصل وزير الخارجية وشورى المغتربين الدكتور أحمد عواط بن مبارك إلى العاصمة الموريتانية نواك شط في زيارة رسمية لجمهورية موريتانيا الإسلامية لبحث العلاقات الثرائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها كما سيحضر وزير الخارجية اجتماعات الدورة التاسعة والاربعين لمجلس وزراء خارجية من منظمة التعاون الإسلامي التي تستضيفها العاصمة الموريتانية نوك واشط يومي 16 و17 مارس بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وعد باذي في العاصمة اللبنانية بيروت بعنائب هلمين العام للأمم المتحدة أمين محمد التدخلات الإغاثية والتنموية الأممية في اليمن وخطة وجهود الأمم المتحدة لتفريغ ناقلة النفط الخام صافر واستكمال كافة الإجراءات القانونية والفنية بهذا الصدد جاء ذلك على هامشي عن عقاد المنتدى العربي للتنمية المستدهمة للعام الجاري 2023 الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا لسكو في بيروت وأكد الوزير باذي بهمية الدور المحوري للأمم المتحدة في تعزيز السلام ودعم الجهود الإنسانية والتنبوية في اليمن مشددا على ضرورة مواصلة تعزيز الشراكة والعمل على تحسين أدام منظمات الأممية العاملة في اليمن والانتقال الواقعي نحو التدخلات المستدامة وتمجين المؤسسات الوطنية للعمل في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار بحث وزير الإعلام والثقافة والسياح معامل الإيرياني مع وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لجون الشباب بدولة الكويت عبد الرحمن المطيري أليات تطوير العمل الإعلام العربي المشترك وسبل تعزيز التعاون الثلائي بين البلدين الشقيقين وذلك في لقاء عقيدة على هامش اجتماعات الدورة العادية 17 للمكتب التنفيذي الوزراء لإعلام العرب المنعقد في العاصمة الكويتية وتطرق الإيرياني والمطيري إلى أوضاع العمل الإعلامي العربي المشترك وأهمية التنسيق بين الجهات المعنية في كافة الدول العربية لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة في ظل الأحداث العالمية وتطورات المتسارعة وخاصة في المجالات الرقمية وتأثيراتها على النشأ والشباب مؤكدين على أهمية الجامعة العربية ودورها كمنطلق لتحقيق التكامل والعمل المشترك وتوحيد الجهود في كافة القضايا المشتركة قال وزير الإعلام والثقافة والسياح معمر الإيرياني أن إنجاز تقدم حقيقي في ملف الأسراء والمختطفين على قاعدة الكل مقابل الكل التي نص عليها اتفاق ستوك هولم اختبار حقيقي لجدية ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران في الموضي نحو التهدية وإحلال السلامة وأوضح معمر الإيرياني أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تواصل للعام الثامن على التوالي اعتقال الآلاف من السياسيين والإعلاميين والصحفيين والمدنيين المناهضين لإنقلابها وطالب الإيرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوث الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بممارسة ضغوط حقيقية على ميليشيا الحوثي لإنجاز سباد الكامل للأسراء ومختطفين دون قيدا أو شرط اجتمع وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الدائري في العاصمة عدر مع فريق اللوجستي باللجنة العسكرية والأمنية المشتركة واطلع وزير الدفاع على خطط الفريق لتحقيق الأمن اللوجستي وتقديم الدعم المداد اللازم ليحيدات القوات المسلحة ومواقع رباطها وتمركزها مشيدا بجهود الفريق المبذولة في هذا الجانب وأكد وزير الدفاع أن الدعم اللوجستي هو الشريان الأساسي لصمود القوات المسلحة في مختلف الميادين وجبهات القتال بوجه خاص ومشددا على وجوب دائمين الدعم اللوجستي المنتسبية المؤسسة العسكرية كاملا مع توفير كل اللوازم والاحتياجات أشاد وزير الشورى الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري بدور المرأة في المجتمع عبر مختلف المراحل والنجاحات التي حققته النساء اليمنيات ودورهن في بناء الأجهال وأكد الزعوري في الحفلة التي نظمته الوزارة بمناسبة الثلاثاء العالمي للمرأة بالشراكة مع كتلة العنف القايم على النوع الاجتماعي وصندوق الأمم المتحدة للسكان حرص الحكومة على تمكين المرأة وتنميتها والنهوض بواقعها من جانبها دعاة المدير التنفيذي لصندوق الرعاية الاجتماعية نجلاء الصيادة المانحين لدعم برامج ومشاريع للنساء المعيلات والأسرة المنتجة والنساء في المخيمات النزوح وإعطاء أولوية للمشاريع والبرامج المرتبطة بصحة وتعليم المرأة أكد وزير العدل القاضي بدر العارض على مضي الوزارة قدما في مسار تطوير مختلف الجوانب الإدارية والتنظيمية والارتقاه بالغدرات البشرية في المحاكم والهيئات القضائية بشكل عام وأشار القاضية العارضة في اختتام الدورة التدريبية لتيهيل وتطوير الكوادر البشرية في محاكم الاستيناف المحافظات المحررة بالعاصمة عدن إلى أن هذا البرنامج سيشمل مدراء الشؤون المالية والإدارية في محاكم الاستيناف وستقام العديد من الدورات والندوات والبرامج المهارية والمعرفية والتثقيفية ناقش وزير الإشغال العامة والطرق المهندس سالم الحريزي في العاصمة عدن مع اللجنة الأهلية القائمة بتنفيذ مشروع طريقة عسكرية خيره سرار في مديرية حبيل جبر مستوى سير تنفيذ المشروع والتعاون المجتمعي في سبيل إنجاح المشروع ووجه الوزير الحريزي قطاع الطرق في وزارة الإشغال بمراجعة المقترح المقدم من السلطة المحلية في حبيل جبر واللجنة الأهلية القائمة على تنفيذ المشروع بخصوص دعم الوزارة لجهود تنفيذ المشروع قال وزير المياه والبيا المهندس توفيق الشرجبي أن أزمة التغير المناخي لم تعد قضية بي فقط بل أصبحت قضية اقتصادية بامتيازة وهو ما يجعلها بالضرورة قضية سياسية واجتماعية بالغة لهمية وأضاف خلال تجشين ورشة الاستعداد والجهزية لمواجهة التغير المناخي ضمن فعاليات الثلاثاء الثاني من سبوع المياه والبيا أن الأثار الاقتصادية للتغير المناخي في العالم ستنعكس على اليمن بصورة مباشرة وأشار الشرجبي إلى ضرورة استفادة اليمن من التمويلات الدولية المقدمة للدول الفقيرة والنامية لتحقيق الازجابة واليات التكييف مع الأثار السلبية للتغيرات المناخية والتي يمكن ملاحظتها عيانا في اليمن باختلاف أحوال التقص ومواسم الأمطار ودرجات الحرارة وغيرها وأقرت مجموعة العمل بالورشة بمحددات رئيسية للعمل تتمثل في إعداد آلية تنسيقية للعمل المناخي مع الجهاز ذات العلاقة تضمن مشاركة الجهاز ذات العلاقة في عمل مناخي فعال وإعداد استراتيجية وطانية للتغيرات المناخية طويلة المدى وإيجاد حلول للإشكالات المتعلقة بنقص البيانات والمعلومات افتتح وزير المياه والبيا المهندس توفيق الشرجبي في العاصمة عدن ورشة العمل الخاصة ببرمجة مخصصات اليمن للتغيرات المناخية وذلك ضمن فعاليات اليمن الثالث لسبوع المياه والبيا والتي تنظم وزارة المياه خلال الفترة من 12 حتى 16 مارس الجاري وأشار الشرجبي في كلمته الافتتاحية إلى أهمية الورشة والتي تأتي ضمن رؤية الوزارة في التركيز على التمويلات المناخية والاستفادة منها على المستوى الوطني وذلك من خلال عكسها في مشاريع تعبر عن أولويات القطاعات المتعلقة بالتغيرات المناخية ومعالجة الإشكالات الناجمة عن أثار تغير المناخ اطلع وزير التربية والتعليم طرق العكبري بمدينة المكلة خلال زيارته إلى مقر إتلاف الخير للغاة الإنسانية على تدقلات ومشاريع إتلاف الخير في القطاع التربي والتعليمي وناقش الوزير العكبري مع المدير التنفيذي لإتلاف الخير المهندس فهم منصور وعدد من المختصين في الإتلاف التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وسبل تعزيز ومساندة القطاع التعليمي وأشهد وزير التربية بجهود إتلاف الخير من خلال المشاريع والبرابج ينفذها والمبولة من مركز الملك سلمان في التعليم مؤكدا حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع مختلف الجهات وضرورة خلق جواب مهنية للتعليم في ظل الصعوبات والتحديات الاستثنائية كرمت قيادة وزارة التربية والتعليم سفيرة الجمهورية اليمنية عميدة السلك الدبلوماسي العربي بجمهورية مصر الدكتور محمد علي مهرم بدرع شكر والتقدير نظير جهوده في خدمة مئة الآلاف من أبناء الجالية اليمنية ودعمه في إنشاء عدد من المدارس اليمنية بمصر وبموجب توجيهات وزير التربية والتعليم طارق العكبر قامت قيادة الوزارة بالمخاشم بتسليم السفير مهرم درع الوزارة في مبنى السفارة بالقاهرة اطلع محافظ حضرموت مبقود بالماضي خلال القاهي برئيس اللجنة الاستشارية بالمحافظة محمد الحامد ونايبه محسن نصير على مصفوفة نتائج نزولات أعضاء اللجنة في مختلف المرافق في الساحل والوادي وأبرز المعوقات التي تعترض نشاط الوحدات والمؤسسات والهيئات الإدارية كما اطلع على القضايا العام المرتبطة بقطاعي الأسماك والثروة السمكية والمقترحات العامة للتحسين والتطوير وأشهد المحافظ بنشاط اللجنة وجهودها في تخليصها على الاحتياجات الضرورية ذات الارتباط بالمواطنين وبنشاط المرافق الخدمية مؤكدا الاهتمام بندائج اللجنة وضرورة توحيد وتكاتف الجهود لحل حلة القضايا الملحة لخدمة المواطن وتطوير العمل المؤسسي ناقش اجتماع بسيئون برياسة وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عامر العامري الترتيبات الخاصة لتنفيذ مشروع تحسين مدينة سيئون بأعمال الرصب بأحجار المسطحة في عدد من الأحياء والشوارع وسط المدينة بتمويل من منظمة اليونوبيس عبر مشروع على شغال العامة واستعرض الاجتماع طبيعة الأعمال التي تشملها مكونات المشروع الذي سينفع في ستة مواقع بالمدينة تشمل شوارع الساحات ومجاري تصريف المياه سيتم رصفها بالأحجار المسطحة واشدد الوكيل العامري على ضرورة قيام المؤسسات الخدمية بمهامها والتنسيق بين مندوبيها لإتمام المشروع بالمواصفات المطلوبة وبالمدة الزمنية المحددة لتنفيذه مواجهة السلطة المحلية بمجيرية سيئون بوضع الآلية المناسبة للدفع بتنفيذ المشروع بحسب الدراسات الفنية المعدة واتقاد الإجراءات والمعالجات اللازمة لما يبرز أثناء عمليات التنفيذ سلم كل من مدير عام مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت المهندس صالح العمري ومدير عام صندوق صيانة الطرق بساحل حضرموت المهندس عوض بارفعة مشروع صيانة ويعادة تهيل شارع ستين المرحلة الثانية جولت شبامي لمدير عام المؤسسة العام للطرق واليسور بالساحل المهندس طاها بحيدرة وأشدد المهندس العمري على الاهتمام بسرعة تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع حسب الفترة الزمنية المتفق عليها لأمية هذا الشارع الحي ويكونه طريق دولي وشارع بحري قضت محكم السيونة الابتدائية بالبراءة للصحفي خالد الكثيري فيما نسب إليه في صحيفة الاتهام المرفوع من النيابة العامة بشأن الشكوى المرفوع من قبل مسؤول حكومي وذلك بعد الاتفاق والمصالح بين الصحفي خالد الكثيري ومدير عام مكتب الشباب الرياضة بوادي حضرموت والصحراء حيث جرى الاتفاق في لقاء ودي جمع بين الطرفين يوم الاربعاء واحد مارس بمكتب مدير عام الشونة القانونية بديوان وكيل الوادي والصحراء بمحافظة حضرموت اطلع محافظة المهرة محمد علي ياسر على نشاط صندوق النظافة والتحسين وذلك خلال القاهي بمدير عام الصندوق محمد عوشان ونائبه عاد البلحافة وقدم عوشان شرحان عن خطة عمل الصندوق خلال العام الجاري والأجشطة التي نفذها صندوق النظافة خلال الفترة الماضية والصعوبات التي واجهها الصندوق فيما وجه المحافظ بن ياسر بمعالجة كافة الإشكاليات ومتابعتها التقى محافظة المهرة محمد علي ياسر وفد من منظمة دولية للهجرة بحضور الوكيل الأول العميد مختار الجعفري وضم الجهاد ذات العلاقة بالمهاجرين والنازحين من مدرامة كاتب الأمن والخارجية والصحة والتخطيط الدولي والهجرة والجوازات ووحدة النازحين وأكد المحافظ بن ياسر استعداد السلطة المحلية تقديم كافة التسهيلات الممكنة لإنجا عمل منظمات اثناء تواجدها وتنقلاتها داخل المحافظة واستعرض المحافظة جملاء من القضايا والإشكاليات التي فرزتها عمليات النزوع في محافظة المهرة مشيرا إلى الكثير من النازحين بحاجة ماسة للتدخلات من قبل المنظمات المحلية والدولية في ظل تصاعد موجة النزوع للمحافظة لافتا إلى أن ذلك شكل من صعوبة على السلطة المحلية في تغطية الكثير من الخدمات من جانبه يأكد مدير برنامج الحماية بالمنظمة الدولية للهجرة السيد نيكولاس أوتياج أن المنظمة الدولية للهجرة تحرص على التنسيق مع كافة القيادات المحلية والجادة بات العلاقة بالنازحين والمهاجرين لإيجاد الحلول والمعالجات ارتقى ثلاثة شهداء في هجوم إرهاب على نقطة الصفراء لقوات دفاع شبوى الواقع جنوب مديرية عسيلان فجرت ثلاثة في محافظة شبوى وأوقعت القوات ستة قتلة في صفوف العناصر الإرهابية خلال الاستباكات ما أجبر بقيتها على الهروب من المنطقة كما وصلت تعزيزات عسكرية لملاحقتهم شهد الثلاثة إلى مثواه الأخير في مقبرة أبو حربة بالعاصمة عدن جثمان فقيد الوطن عضو المحكمة العليا القاضي فهيم الحضرمي بعد الصلاة عليه في مزيد العادل بمدينة إنما بمديرية البريقة وكان جثمان الفقيد القاضي فهيم الحضرمي وصل إلى العاصمة عدن قادما من العاصمة المصرية القاهرة بعد إن وفاه الأجل مساءل أحد الماضي وتقدم المشيعون رئيس مجلس القضاء لعلى القاضي محسن طالب ورئيس المحكمة العليا القاضي الدكتور علي العوش وعدد من أعضاء المجلس والقضاء والقيادات المدنية والعسكرية والمسؤولين وفي ختام النشرة إليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء اللواء فرج البحسن يصل إلى المكلة بعد زيارة رسمية مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي شملة الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية العمي الطارق صالح يتفقد معامل صناعة القوارق في المخاء رئيس الوزارة يستقبل في عدن منسق الشؤون الإنسانية للأمام المتحدة هيئة رياسة الانتقال تجدد مطالبتها للتحالف بنقل مركز تفتيش السفن من جيبوتي إلى عدن محافظ حضر موت يطالع على مصفوفة نتائج مزولات واجتماعات اللجنة الاستشارية بالمحافظة وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا من قناة عادة شكرا للمتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة